مشروع هذا القانون يهدف إلى ترقية المقاطعات الإدارية العشر المنشأة على مستوى الجنوب الجزائري والموزعة على مستوى ثماني ولايات إلى ولايات كاملة الصلاحيات بعد أربع سنوات من إنشائها وهذا بالنظر إلى نطج الإطار المؤسساتي والعملياتي لها لتطلع بمهامها على أحسن وجه وبكل استقلالية هذا التقسيم يهدف أيضا إلى تعزيز اللامركزية وشغل الإقليم بطريقة متوازنة والرفع من جاذبيته بما يستجيب لمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لفائدة المواطنين خاصة بالمناطق الحدودية وتقريب الخدمات والمرافق العمومية منها وجعل الولايات الجنوبية التي سينتقل عددها إلى تسع عشرة ولاية بدل تسع ولايات حاليا محركا للتنمية الوطنية وبناء على ذلك ينص هذا القانون على إنشاء عشر ولايات جديدة بجنوب البلاد وهي تيميمون برج باج مختار أولاد جلال بن عباس عين صالح عين جزام تجورت جانيت المغير والمنيعة ليرتفع بذلك عدد ولايات الوطن إلى 58 ولاية مع بقاء عدد بلديات الوطن عند 1541 بلدية وعقب المصادقة على مشروع هذا القانون أشار رئيس الدولة السيد عبدالقادر بن صالح إلى أن هذا القرار يعد تتويجا لمسار تطوير التنظيم الإقليمي للبلاد بما يتناسب والتحولات الاقتصادية والاجتماعية التي عرفتها خلال العشريات الأخيرة ويصب إلى ضمان التكفل الأمثل بمتطلبات المواطنين بهذه المناطق وتعزيز مشاركتهم في تسيير شؤونهم وكذا مرافقة السلطات العمومية لحركية التنمية المحلية على أحسن وجه ويترجم الاهتمام الخاص الذي توليه الدولة لترقية الجنوب لسيما المناطق الحدودية وتمكين المواطنين فيها من نفس مستويات التنمية والرفاهية وقصد التسريع في التجسيد الفعلي لأحكام هذا القانون كلف رئيس الدولة الحكومة بوضع آلية خاصة تشرف على كل النواحي ذات الصلة بضبط الجوانب التقنية المتعلقة بتجسيد إنشاء الولايات الجديدة وإحصاء الهياكل التي ستوجه لاحتضان المديريات الولائية وتنظيم مصالحها الإدارية وكذا الجوانب المالية وتلك المتعلقة بالموارد البشرية وتحويل الاختصاصات كما كلف رئيس الدولة السيد عبدالقادر بن صالح ولاة الولايات الأم بمرافقة مسار إنشاء الولايات الجديدة إلى غاية توفر كل الشروط المادية والبشرية والقانونية في سياق نفسه صادق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم رئاسي يتضمن إنشاء مقاطعات إدارية في الهضاب العليا وتحديد القواعد الخاصة المرتبطة بها وذلك بناء على معايير موضوعية تستجيب لمبدأ لا مركزية بتقريب الإدارة من المواطن وكذا متطلبات التنمية المستدامة المنشودة لفائدته ولتطلعاته المعبر عنها نص هذا المشروع يقتضي أيضا إنشاء 44 مقاطعة إدارية جديدة تتوزع عبر 19 ولاية وعقب ذلك كلف رئيس الدولة سيد عبدالقادر بن صالح الحكومة باتباع منهجية عقلانية فيما يتعلق بمرافقة عملية إنشاء هذه المقاطعات الإدارية الجديدة بالاستفادة من تجربة إنشاء المقاطعات الإدارية بالجنوب والعمل على تجنيد كل الموارد البشرية والمادية الضرورية على أن يترجم هذا الإجراء بصفة مرحلية على أرض الواقع مما سيمكنه من إعطاء دفع قوي لحركية التنمية المحلية بهذه المناطق والرفع من مستوى الخدمات العمومية المقدمة للمواطن وفي السياق نفسه كلف رئيس الدولة الحكومة بالتحضير للمرحلة المقبلة من التنظيم الإداري على مستوى ولايات الشمال باستحداث مقاطعات إدارية على مستواها ومواصلة مسار تعزيز فعالية هذا التنظيم لبلوغ الأهداف المرجوة اشتركوا في القناة